صباحكم خير رغم أنه الحظر المنزلي المفروض على الإنسان بسبب فيروس كورونا بقى حاجة مزعجة لبعض الناس لأنه بقى فرصة للعالم كله أنه يتنفس الطبيعة نفسها بتستعيد جزء كبير من لياقتها وحتى البيئة كمان بتستعيد جزء كبير من سلامتها الحاجة اللطيفة جدا أنه الحيوانات دلوقتي روصدت أنها انطلقت في بعض شوارع العالم المنظر كان لطيف وكان يعني رصد اللقطات دي بيقول أنه إحنا قدينا مساحة لكائنات تانية بتعيش معنا على هذا الكوكب أنها تخرج إلى الحقيقة تعالوا نشوف التقرير اللي جاي ونرجعنا نكمل هي مجرد لفتة جميلة لعلنا نكتشف ولعلنا نتخلى عن قدر كبير من أنانيتنا في أننا بنعتبر أنه الكوكب ده لنا الوحد من وبذكر الأنانية وبذكر أنه إحنا ما بنشوفش أحيانا غير نفسنا حصل الظاهرة ماينفعش نتجاهلها أنه في الوقت في معركة حقيقية أنه كل العالم بيساند جيوشه يعني كل العالم بيساند الصفوف الأولى والأطباء اللي وقفين في قلب المعركة ضد فيروس كورونا الحقيقة أنه معركة فيروس كورونا من أصعب المعارك مش بس لأنها حرب شارثة وسريعة الانتشار لأنه فيروس سريع الانتشار لكن كمان لأنك بتحارب عدو ولا تراه وأنت مش متوقع مهما عملت إجراءاتك الاحترازية قد تتوقع إصابتك في أي وقت الخطر حقيقي على كل شخص فينا مش بس على الجيش الأبيض لكن بالتأكيد هو على الأطباء اللي موجودين في الصفوف الأولى هو خطر أكبر طيب إحنا بنقول الكلام ده ليه؟ بنقول الكلام ده لأن إحنا لازم نواجه نفسنا كمان بحقيقة أنه في الوقت ده اللي كل واحد فينا عايز يحمي نفسه وناس اللي بيحبهم وعارف كمان أنه ممكن يجي عليه الدور ممكن بكرة أنا أصاب بفيروس كورونا وأي حد من اللي بحبهم بنشوف حالات من التنمر ضد المصابين بفيروس كورونا وكمان ضد الأطباء اللي هم أصلا مسؤولين عن حمايتنا بسرعة ومن غير من نجمل الموضوع إحنا في أزمة أخلاقية كبيرة أظهرتها هذه الشدة حجمها قد إيه؟ طريقة تعاملنا معها إيه؟ دي كلها أسئلة نروح بيها لضفنة الكريم سيدة النائب دكتور مجدي مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب صباح الخير على حضرتك أهلا صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين دايما ديوفنا كده في الفقرة دي بالذات بشكرهم أنهم صحي وبدل يقولنا ده أول شكر يعني لا إطلاقنا دايما بنسحى معقول يعني صباح الخير عليك يا دكتور وعلى طول أدخل في الموضوع حضرتك شفت حالات التنمر وأكيد تبعت أنه حصل حالة كده من الاستغراب المجتمعي للإصابة بفيروس كورونا الخوف ولد عند الناس حالة من التعامل السلبي مع خلينا نقول في الأول الحالات المصابين بكورونا والله أنا مش شايف أنه مش مش تنمر أنا شايف أنه تحويل أخلاقي يعني غير مسبوق لكن في أزمة زي الكورونا ظهرت الأنانية المطلقة في ناس كتير جدا وظهر كمان يعني مسألة الإنسانية أعتقد أن مستوها أقل بشكل غير ملحوظ أكثر يعني عنفا وأكثر بشاعة مما حدث بالأمس هو أن أهل يرفضوا استلام جسد أمهم وده حصل من حوالي أسبوع أو حاجة تنفس في اسكندرية ده مسألة الحقيقة يعني مسألة صعبة التخيل صعب أن حد يتخيلها يطلق التنمر طبعا للمصابين ده ناتج عن جهل رغم من الحقيقة برضو عايز أقول أنه الإعلام والإعلام المرئي والمقرؤ وكل أنواع الإعلام والحديث 24 ساعة على الكورونا وعلى أنها يعني ما هيش بالشكل اللي احنا مهولينه برضو ما بنهونش لكن بنقول أن الإنسلوانزة بتيجي بأعداد أكتر وممكن تحصد أعداد أكبر بكتير جدا نحن نتكلم لغاية النهاردة ربعمية وحاجة على مستوى مية وحاجة مية وتمانية ألف على مستوى العالم كله وفيات لا الإنسلوانزة الموسمية العادية جماعة اللي بتيجي بتاخد أضعف 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 هذا العالم الرقم ده كل سنة بس ده بيسجل لأنه بس ده بيسجل لأنه حاجة جديدة وعايزين نعرف إيه عشان بعد كده يبقى زيه زي الإنسلوانزة العادية يصل لهذا المستوى وده يمكن بيدفع تمنه طبعا الفكر الرئاسمالي البحث اللي اتورد لنا من برة يعني عادتنا وتقاليدنا وأصولنا والحاجات اللي احنا كنا بنتميز بيها عن العالم الغربي بنفقدها نوع من التأليد للغرب نوع من الماتيرياليست الاهتمام بالمادة أو الاهتمام بالمادة أين كان شكلها هو ده الحياة اللي وصلنا أول خوف من المجهول يا دكتور ما هواش خوف هو عدم إيمان معلش أنا بسميها كده لأنه في الغرب الحياة المجهول هو نفس المجهول لكن ما فيش هذا الهلع ما فيش هذا الخوف وما فيش هذا الانحطاط في الإنسانية أو في استخدام الإنسانية يعني حد مريض وتوفاه الله هو ربنا سبحانه وتعالى أراد أنه يبقى مريض وأراد أن يتوفاه الله من جراء المرضة طيب أنا باجي في أسمى لحظات تكريبا أنا بحرمه من الحق ده ما بتكلمش على الدكتورة سونيا رحمة الله عليها وعزائنا لأسرتها كلها لكن أنا بتكلم على إنسان طبيب كان أو مش طبيب أو أيا كان شغله أو عمله أو نوعه ستة أو راجل أو طفل أو أو في اللحظة المفروض أن يكرم ويكرم من كل الدنيا بنرفض تكريبا الحقيقة أنا شايف أن تعليم محتاج يعلمنا نبقى عندنا إنسانية البيت عايز يهتم برضو بإنه يدي لمسات إنسانية للأطفال وهم صوارين نحن بنتفرج دلوقتي على الحيوانات وهي بتستمتع بالحياة بره فعلا بيدوا للحيوان حتى في الأوقات الطبيعية مش في أوقات الأزمات فرصة أن يستمتع بالحياة ويعيش ويعيش ويبقى مبسوط القاعدة اللي بتقول إن أنا مش لوحدي في الحياة بالزبط وإن أنا مش محور الكون يعني على فكرة بالزبط فما حدث علامة استفهام كبيرة ووقفة إن إحنا عايزين أخلاقياتنا ترجع تاني عايزين نرجع تاني نؤسس إنسان قبل ما نؤسس مهني أنا هسأل حدث جدا في النقطة دي إنه عايزين نعمل إيه هو السؤال الأكبر هل إحنا كإعلامه ده برضو حق لازم يتقال هل إحنا تكلمنا كتير جدا عن الفيروس والوقاية منه وما تكلمناش عن الوفاة إذا حدثت لقدر الله حاولنا نبعد ده وما شرحناش ودي فرصة أنه حدثتك معنا نشرح هل جثث المتوفين بفيروس كورونا تنقل العدوى قولا واحدا كده عشان نرتاح ونتطمم قولا واحدا إذا تمت الإجراءات كما تتم والحقيقة وزارة الصحة ملتزمة بأنها تتممها بنفس الشكل اللي منصوص عليه إنها بتتلف في حاجة معينة أو في نوع من أنواع البلاستيك الغير قبل إنه يخرج سوائل أو يطلع أي حاجة خالص وبيتتعقم وبتوضع فيه صندوق معين وبعد كده ما بيتفتحش الصندوق إلا ساعة الدفن وبيتفتح بعدد قليل وإن المحايتين بي والمتعاملين ياخدوا الإجراءات السليمة للوقاية من جوانتي ومن ماسك ومن حامل العين ومن بدلة خاصة لهذا الأمر يعني دول اللي هما في خطر العدوى اللي هما بيقدموا الخدمة اللي بيقدموا الخدمة إلى أن يتم دفنه قولا واحدا لا نقل للعدوى من خلال جوز السلمتوفين بهذا الشكل إذا تمت الإجراءات الاحترازية كلها مش مرض إشعاعي يعني لا خالص طبعا وبعدين بعد ما يبدو تثني الموضوع انتهى يعني هل أنا خايف على المتوفي اللي جنبه من نقل العدوى ليه ولا خايف عليه وخالص إذا دفن فمن المستحيل أن تصل أي نوع من أنواع النقل العدوى لأي كائن كان فالحقيقة أنا خايف من إيه ويمكن حضرتك فعلا الإعلام لم ينوه بشدة إلا في الفترة الأخيرة بعد ظاهرة طبعا دي حقيقة ما حصل بشوبرا البهو بالأمس لأنه محدش كام متخيل أن يصل دينا الجحوط إلى هذا المستوى محدش كام هو دي اللي نعمل إيه أنا في اعتقادي أننا لازم نبقى فيه نوع من أنواع العنف في تطبيق القانون أيوة وأنا بشكر كل مدرين الأمن اللي قاموا لأنه دي مش أول وقع كان فيه وقع قابليها كان فيه والد طبيب كان فيه مقاومة خفيفة كده للدفن وبعدين دي الوقع بقى اللي كان فيها المقاومة العنيفة الظهرة الوضحة الحياة اللي كانت يعني أصابتنا كلنا بنوع من الأسى وال ده تحديدا اللي عايزة أسأل حديدك عليه أنا عايزة أفهم أو إحنا كلنا نفهم كده أدوارنا ومواقعنا مين من حقه يقاوم إذا كان هم يعني أي أنا لو شخص ساكن في شارع مش من حقي أقول جاري اللي في آخر الشارع ده يدخل بيت ولا لأ يعني ده ده منطق طبيعي طبعا فالأول ده من لا حق له هو اللي اعترض إيه حدود يعني خليني أسألها كده ببساطة سلطة الدولة على هؤلاء الأشخاص هل تفرقهم هو الحل البسيط الأمن الأسهل ولا التعامل أكثر بأكثر شدة حضرتك شايف أنا شايف أن الحل ده اللي هي اتاخد واتاخد بشكل جيد جدا أنه معاني النابي العام أمر بالتحقيق مع اللي كانوا معترضين على دفن دكتورة سونيا وأعتقد هو ده الإجراء الطبيعي لأن الدفن هو إجراء طبيعي ومن يعترض على إجراء طبيعي أو على شيء طبيعي ويحدث تكرارا لابد أن يكون مخالف للقانون لسنة الحياة مش للقانون ده سنة الحياة ده الطبيعة اللي فطرنا عليها فبالتالي في هذا الأمر أنا أعتقد أنه لابد من عقابه لابد من التحقيق معاه لابد من عقاب يناله بعد التحقيق معاه هو ده يمكن اللي هيوقف تكرار هذا الأمر في الحالات دي وما فيش من حق حد على الإطلاق أن يعترض على أننا أمارس حقوقي الطبيعية اللي ربنا خلقها وقسمى حاجة أنه يؤكرر بعد مفاتي يعني أننا أدفن وكل الأديان أعتقد ما فيش دين اختلف على أنه الدفن أو أنه الميت له كرامة وله احترام والموت نفسه حدث له قدسية يعني قدام الموت كلنا بنبقى ضعف قدام الموت كلنا بنضطعز ليه جلال يعني على رأينا صلاح شهين طبعا عايز أرجع لحدتك برغم الواقعة وتقولها على قلبنا إلا أنها طلعت شوية أسئلة مهمة نسألها في الوقت أولا إجراءات الحماية للأطباء اللي وقفين في خط الدفاع الأول زي حضرتك بتقيمها شايفها على أي مستوى إلى أي مدى إحنا وصلين في إجراءات الحماية خصوصا أننا في العالم كله بنشوف أنه طبعا إتاقم الطبي من أكثر الناس عرضة للإصابة وبيتعرضوا فعلا للإصابة دايما الجندي في الخطوط الأمامية في أي حرب هو عادة أول حد بيصاب أو أول حد بيستشهد الطبيب طبعا في هذه الحرب هو الجندي وهو اللي في الأول الصفوف الحقيقة وطبيعي أنه يبقى فيه نسبة إصابة للأطباء من انتقال العدو رغم أخذ الأمور الاحترازية بس الحقيقة أنا عايز أقول برضو أنه هنا في مصر إحنا محتاجين نزود الأمور الاحترازية شوية محتاجين يبقى متوفر تماما كل الأطبم الأطبم الوقاية من أعلى الرأس لغاية أخمص القدم لازم تبقى متوفرها سواء من لبس أو من جون أو من ماسك أو من الحاجات دي كلها ولها مواصفات معينة يعني أنا النهاردة لما بقول حد مخالط أو حد قريب ما مش معقول أحط له المسك العادي للسيرجيكال اللي هو الجراحي لا ده لازم يتحط له أنه 95 أو أعلى نوع من أنواع المسكات مش معقول أسيبه بدون ما يبقى عنده كفر على العني أو حاجة نظارة وقية للعنين وأقوله تعامل مع المريض يعني لابد أنه الحقيقة يكون فيه نوع من توفير هو متوفرها لكن عايزة زيادة في توفير أطقم الحماية للأطباء دي نقطة النقطة الثانية برضو محتاجين ممكن يبقى لأننا مسألة الكورونا جاءت فجأة إلى حد ما محتاجين برضو في كل مدير مستشفى أو كل مدير مؤسسة طبية أو صحية أنه يدي إنستراكشنز للأطباء والتمريض والفرق الطبية اللي شغالة بحماية نفسهم برضو حتى لو كان هو نسبيا غافل وإن كان الحقيقة من الخوف مفيش طبيب بيبقى غافل الكل بيبحث عن ماسك وكل بيبحث عن جوانتي وكل بيبحث عن وسيلة وقاية لنفسه محتاجة بس إنستراكشنز ومحتاجة توفير هذا العالم كله عنده أزمة في هذا الأمر دلوقتي العالم كله برضو بيدور على أطم وبيدور على وسائل حماية إحنا الحقيقة الدور الأساسي للدولة دلوقتي أنها توفر وسائل حماية لكل الأطباء اللي في المواجهة أو لكل الأطباء اللي بيتعاملوا مع مشتبه فيهم أو مع مرضى هو في دور كمان رقابي للبرلمان مهم قوي ولازم يحصل حتى لو كنا بنقول إحنا بنقدم كل الدعم هل مثلا حضرتك أو لجنة الصحة في البرلمان رصدت بعد شكاوى من أطباء في مستشفى عندنا نقص مستلزمات ده بيحصل طبعا يعني إذا ده حصل إيه اللي المفروض الدكتور يعمله في الإجراءات الروح للمين لا هو الحقيقة فيه شكاوى كتير وبتصل ودلوقتي اللي جام بتنعقد من خلال نقول التواصل الاجتماعي أو الواتس أب أو كلام من ده وبعدين كل حد عنده شكوى من طبيب بيبلغها لرئيس اللجنة عنده ورئيس اللجنة بالتبعية بيبلغها لدولة رئيس مجلس النواب عشان ينقلها إلى رئيس الحكومة دولة رئيسة الوزراء وبالتالي ينقلها للوزراء المعنيين يعني التأثير من الصحة التأثير من المالية التأثير منين بالزبط برضو فيه ناس يقولك أننا ما قابضناش أننا هنقبض أننا كل هذه الشكاوى بتيجي بتتجمع وبتنخل إلى الحكومة عشان تحل مشاكل إحنا في أزمة البرلمان بيساعد وبراخب والحكومة بتشتغل وبتعمل عليها الحقيقة كله بيتكامل معنا فده اللي موجود دلوقتي إلى أن ينعقد البرلمان بيبقى فيه إجراءات تانية أو فيه أدوات رقبية تانية بنقدر نقولها أو بنقدر نعملها يعني بنقدر نقول طلب إحاطة في الأمر الفلاني أو في التقصير الفلاني في المستشفى الفلاني أو في الجهة الفلانية وبيجي مسؤول من وزارة الصحة مفروض أو الفرض من يكون الوزير إذا كان الوزير مش متوافر أو كده بيجي حد بينه عنه عشان يفسر أو يبرر أو يصلح هذا الاتهام أو هذه التهم أو وسائل رقبية أخرى في البرلمان بيته التابعة فهو في حينه إحنا بنبلغ الحكومة من خلال دولة رئيس المجلس النواب بكل حاجة بتصل إلينا سواء إحنا 594 نائب كل واحد في دايرة بينقل من الدايرة دي إلى المجلس النواب عشان ينقل الحكومة وفيه استجابات في حالات كتير جدا يعني أحيان كتير دكاتر إحنا نشكين إحنا خايفين إن إحنا نكون خدنا المرض عايزين بس نعمل الاختبار وبيتعامل الاختبار في ثواني وإذا كان بيعزل أو ما بيعزلش أو إيجابي أو سلبي وفقا للنتيجة بيتم التعامل ففيه نوع من التناغم ما بين البرلمان وما بين الحكومة فيه صمت وفيه دولة إحنا كلنا في أزمة فلان كل واحد يشتغل بدون ما يعرق للآخر حي يعني أنا ما هاخد من كلمة حرثك يعني وأختم فقره لأنه فعلا الصراخ والصوت العالي في الوقت ده ما هواش الحل الأكثر ذكاء لكن الشغل الجاد أنا مشكورك شكرا جزيلا شكرا جزيلا دكتور مجدي مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النوية بس يتنائب نورتنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا